طبعا طول الوقت الواحد بيحاول يواكب اللي بيحصل ويحاول يبقى فاهم يعني دماغ الشباب رايحة فين واللغة بتاعتهم وتفاصيلهم وكل حاجة جديدة بيقولوها واللغة دي لما بتتغير يعني مع الشباب دي مش فيه بتبقى مسألة صحية بس الساعات بتبقى متطرفة شوية فالواحد ما بيفهمهاش فانا جبت جهاز ازميني ده جهاز جهاز جميل قوي اختبرك وشوف انت مواكب الشباب ولا لأ ولو مش فاهم كلام هو اللي بشرحه لك بقوله لك والكلام على ايه بشكل عام يعني الجهاز ده اسمه ازميلي 131 ازميلي مش من الازميل لأ من زميلي بس عشان البناء قدم يعني المراهق مخنوق ومش لسه حيقول يا زميلي وحارف فاخش في الالف على طول ازميلي 131 ده اختصار علشان يبقى كله فاهمنا يعني ما شاء الله فبدل ما يلوكلك يعني ابتاع رح مسميها زميلي على طول وحنجرب الجهاز ده ده لوقتي مع بعض علشان نشوف اخرته معنا ايه ان شاء الله يا دغدغ امه ايه حاول اتفهم معاه اجاب بالاجابة صحيح ازاي اعمل ايه لو حد قال لي كلمة معينة لازم بقى مذاكر يعني ان شاء الله باذن الله فول مارك باذن الله نبدأ بقى نضغط على الجهازة صلاة عن النبي ما شاء الله مرحبا بك في اختبارات الوضعانة الوضعانة هي اولة كده ايه اختبارات الوضعانة دي مش فاهم هي اقول القصيدة يعني ايه وضعانة يعني مش فاهم بداية غير مبشرة قل لي وحدة وحدة كده الله خليك يا ازميلي مية وحدة وثلاثين الوضعانة هي كلمة مشتقة من مصطلح على وضعه وهو الشخص التمام اه لا اصلا انا افتكرت جاه من الوضع يعني عشان كده اتلغبط شوية جاهز للاختبار جاهز ازميلي على وضعك السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس اذا اعجبتك اغنية جديدة فستقول الاغنية دي جحدة فحت طرش طرش اه مش فاهم ايه الكلام ده انا اخر حاجة وصلت لها يعني طحم يعني مش عارف انا متوتر اقو دلوقت ثانية الله خليك الاغنية دي تبقى ايه يا ربي فحت ولا فحت ايه 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 ده شوية اجابة خاطئة اجابة خاطئة طب قول اخو الاجابة الصحيحة هي اه الاغنية دي طرش اه كده على طوز حاضر ازاي بس اذا نحس يعني ان طرش دي حاجة ويحشة يعني مش حلوة يعني مش مهم هنعوض في اللي بعده ان شاء الله السؤال الثاني فضل اذا قابلت شخص لا يسمع راب ولا تراب ويقول انه لا يفهم كلام الاغاني فهو في الغالب شخص تعبان غلبان نورمي 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 انا شاكك في نورمي دي بصراحة بس مش عايز اجازف انا ضع مني شوية درجاتك ما عفطرش لوحدها طيب اه حد ما يفقى لابن يفقى كلام التراب والراب اه يبقى شخص نورمي اجابة صحيحة ايه الحمد لله الوها مجششتني بصراحة كنت متأكد انها نورمي الحمد لله يعني ايه نورمي بقى النورمي هو الشخص الذي لا يستطيع مواكبة التطور ومازال يتعامل بلغة 2007 حتى الان ما شاء الله طب ما فيش حاجة من اللي بتعامل بلغة التسعينات الله اكرمك نعم البومرز بومرز مش عارف انا حس ان الجهاز ده كده بيشتغلني مسالك معايا قوي وحس انه بيضرب من تحت لتحت طب نكمل ازميلي زهبتوا للحلاق عشان تعمل قصة ريند فهتقوله انا عايوز اعمل شعري بانك اسبانيش دريد لوكس انا لابس بروكا يعني مش فيها عشان اقول قصات الشعر تاني مش فيها عشان بس اطلق بط عشان انا في القارعان اساسا معايا بانك اسبانيش دريد لوكس مش عارف حس انها اكلات كده يعني انا افتكرت البنك ده يعني قديم قبل الكابوريا ولا حاجة فحنستبعد الاجابة دي اتنستبعدها حاكوا دل اسبانش غلط اجابة خاطئة اجابة خاطئة الاجابة الصحيحة هي الدريد لوكس ما شاء الله ده انتباين عليك نور ميقوي الله يكريمك السؤال التالي اه معنى كلمة سيمب عادي شجاع هلاهطة اه نقول الواد ده سيمب لا يعني جامل ولا الواد ده سيمب يعني هلاهطة سيمب يعني عادي شخص بسيط جدا تالي جامل سيمبل يعني سيمبل ايه يا عام في ايه يعني ما توترنيش الله يخليك كده في ساعة يعني حسن نفسنا يا عام والله قول على طول انا غلط في ايه السيمب هو السازج الهلاهطة والذي يتم استغلاله من الاخرين والذي يحاول ارضاء النساء طب ايه 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 انا يعني في ايه امل ولا ما فيش عم يا زميلي ركز في الاسئلة الاتية وممكن تعاوض اتفضل يا سيدي اجمل العبارة الاتية الشباب عصول والكلام والكلام مقفول اجابة صحيحة سؤال التاني بقى من قائل هذه العبارة اول ما جيت حلة البركة مروان موسى مروان بابلو مروان محسن متعيقلي مدام فيها حبة وحلة وانا متلاغبط فيها مروان ولا هي مش فاهم ايه اللاغبطة دي هو مروان بابلو مروان محسن بابلو يا ابن اللعيبة والله ايش طه يعطي لها مروان بابلو في جد على وضعك الله يكرم طب يا زميلي يعني قولي اخرت اخباري انا ايه بالنسبالك يعني طرش يا زميلي يعني ايه كويس ولا وحش يعني مش نورمي ابدا على وضعك بنسبة 60% عليها شوية يا عم 60% ايه بس يعني حبيب قلبي طميني يعني يعني 60% دي حلوة اعدي بيها ولا احنا كلنا فلاوة ساوة ولا عشان طول معاك شوية ولا انا كده بقيت طرش ولا انا خلصت من الموضوع قولي ايه اللي ايه وضعي على وضعك بنسبة 60% ناجح طب اشتر الحمد لله وحيتم بقى ايه حناعمل حاجة كويسة يعني ولا ولا دي حتديني فيها شهادة تتم الان تحميل القاوت فتة الملائم لك الله يخليك مش تقول لك عاجة زميلي انا حشيل امك من بكرة معالف سلامة فاصل ونعود